خامسا هدف واحد كبير إذا لم يكن لديك وجهة فكل الطرق ليس بينها فرق مثل غربي التركيز فالتركيز ثم التركيز من أراد كل شيء خسر كل شيء فطاقة الإنسان محدودة ولا تحتمل التشتت وتبديدها على أهداف عدة بل إن تعدد الأهداف وكثرتها دليل على أن رؤية الإنسان لنفسه غير محدودة أي أنه لم يطرح السؤال من أنا وماذا أريد بعمق فكلما كان قراءة النفس الأصلية أوضح كلما كان الهدف أكثر وضوحا وعلى الرغم من ذلك يمكن تبني هدف ثاني وكبير أيضا على أقصى تقدير ولكنه يجب أن يدعم ويردف الهدف الأول فاختيارك مجال الفندقية والسياحة على سبيل المثال قد يدعمه هدف تعلم لغة أجنبية أو الحصول على تدريب متخصص ونوعي ومكثف على حسابك الخاص يقول نابليون هيل إنه لمن الضروري أن تعرف الشيء الذي تهدف إلى تحقيقه وفي إحدى الدراسات الشهيرة التي أجريت على طلاب جامعة ييل اكتشف الباحثون أن ثلاثة بالمئة من الطلاب الذين استهدفتهم الدراسة هم فقط من كتبوا أهدافهم مع الخطط اللازمة لتحقيقها وبعد مرور عشرين عاما قابل الباحثون الخريجين الذين لا يزالون على قيد الحياة واكتشفوا أن الطلاب الذين كانوا يمثلون نسبة ثلاثة بالمئة هم يمتلكون الآن موقفا ماليا أقوى من سبعة وتسعين بالمئة الآخرين يعود أحد أسباب أهمية هذا الأمر إلى الطبيعة البيولوجية للإنسان حيث يوجد جزء في المخ يسمى نظام التنشيط الشبكي وهو الجزء المسؤول عن عدد كبير من الوظائف ومنها عملية تقنية المعلومات فإنك لو أدركت كل المعلومات التي تتلقها حواسك الخمس خلال الأربع والعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع السبع فقد يصيبك هذا بالجنون لتجنب حدوث هذا فإن نظام التنشيط الشبكي يقيد ويجدد المعلومات التي تدركها من خلال حذف الأمور التي لا تتعلق بك أعتمادا على أفكارك ومعتقداتك وغير ذلك هل مررت من قبل بتجربة اتخاذ قرار لشراء شيء ما لنقل سيارة على سبيل المثال وأصبحت فجأة تراها في كل مكان وكأنك لم تدرك وجود السيارات من قبل هذه هي الحالة التي يعمل فيها نظام التنشيط الشبكي لقد كانت السيارات موجودة دائما لكنها لم تكن مهمة لك قبل ذلك لأنك لم تقرر أن تشتري واحدة لذلك فقد أزالها نظام التنشيط الشبكي من عقلك ولم تلاحظها أبدا إذن لابد أن يكون لديك هدف محدد عليه سيتنشط نظامك الشبكي ستبدأ في رؤية الفرص فيساعدك تركيزك على تحقيق ذلك الهدف عزيز الشاب أصدر الآن لعقلك أمرا ساميا وكريما بالتركيز على هدف واحد كبير